موسيقى هل تجد المشاريع الصغيرة دعما يكفي لإنجاحها؟ ما أبرز التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع من الشباب؟ الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة ما هو دورها في حفظ الحقوق؟ هذه الموضوعات وأكثر نناقشها اليوم في حلقة لقاء الراي أهلا بكم مشاهدين دعوني في البداية أرحب بالأستاذ داود معرفي رئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة حياك الله معنا أهلا وسهلا والمهندس فارس العنزي مدير إدارة المشاريع الصغيرة في هيكلة القوى العامة حياك الله معنا حياك الله يا حمي مهندس فارس لو سألتك في البداية عشان سادة المشاهدين يفهمون يعني ما هي إدارة المشروعات الصغيرة بداية تعريفة؟ أول شيء أنا حقيقي قبل أن أعرف أريد أن أتقدم بجزء الشكر والتقدير لحق الأخوة في قناة الراي على تخصيص حلقة خاصة لدور المشروعات الصغيرة وما هي المشروعات الصغيرة هذا العنوار الكبير هذا المستقبل هذا الأساس هذه الشبابية التي اليوم نحرص عليها موجودة في المشروعات الصغيرة فكل الشكر على تخصيص هذه الحلقة هذا مرحبا أخي العزيز ما يخص المشروعات الصغيرة دعونا ننوه أول شيء ما هي المشروعات الصغيرة؟ كثير مشابه يسألني في تويتر أو حتى في الإدارة كيف أصبح أكون من ضمن المشروعات الصغيرة؟ أنا أقول تعريف المشروعات الصغيرة هي كل نشاط وعمل تجاري يمارسه صاحب العمل المبادر رائد الأعمال في أي نشاط يراه مناسب متاح له وبالتالي يستطيع أن يهمش عندنا الممارسة في هذا النشاط التجاري هذا بشكل مبسط إذا سألنا عن دور الإدارة دور الإدارة مسمى كإدارة المشروعات الصغيرة هناك من يعتقد بأنكم تقدمون دعم عمالة فقط نعم نحن حقيقة عندنا الحمد لله نحن أول إدارة في جهاز الدولة كجهاز حكومي من ضمن وزارة الدولة أنشأت إدارة المشروعات الصغيرة في 2006 قدمنا خدمات كثيرة يمكن عنوانها الجميل هي خدمات غير تمويلية ما هي الخدمات؟ أول خدمة أخير عزيزي نقدم دعم عمالة مكافأة شهرية لكل كويتي يعمل في العمل الحر ومسجل على الباب الخامس في التأمينات الباب الخامس يعني صاحب العمل يعني لديه رخصة ومسجلها في الباب الخامس بالتأمينات نقدم دعم شهري يبدأ من 450 دينار للمتوسطة إلى 900 دينار للجامعي فقط الأعزب إذا كان متزوج زيادة 100 دينار ومع كل ولد 50 دينار ومجلسة 75 والدكتورة 150 هذا الخدمة الأولى دعم شهري وأنا أحب أن أنوه أن هذا الدعم غير موجود في كل دول العالم فقط عندنا للحمد من باب دعم وتسهيل للمشروعات الصغيرة الخدمة الثانية أن نقدم برامج تدريبية نوعية ومهنية في مجال ريالة الأعمال اليوم أخي العزيزي يمكنك الكثير من الشاب يحرص على توميل يحرص على تسهيلات لكن لا قيمة لها إذا لا لديك سلاح المعلومة والمهارة اليوم نقدم دورات مهنية متخصة في نجاحك لأن تزاول أو تمارس بنجاح اليوم قصة المشروعات الصغيرة ليس حقيقة تجارة لكن فن ونجاح وريادة وقيادة هذه التجارة فنقدم برامج مجانية من خلال برنامج اسمينا العيادة الاستشارية حدد مسارك مع استشارك سأسألك عن دوركم بالتحديد خاصة في الخدمات المقدمة لكن بالسؤال الثاني بطبع أستاذ داود لو سألتك أيضا عن ما هي الجمعية الكويتية للمشارع الصغيرة؟ شنو دورها؟ احنا يمكننا نلخص دورها في وجود الجمعية هو صلب أساس الدفاع عن حقوق أصحاب المشاريع الصغيرة ومتوسطة تأسست الجمعية في 2010 تم إشهارها في 2012 وهي سابقة تشكر على الحكومة في إشهار جمعيات نفعان في هذه السرعة الهدف منها رغبة للدعم اللي طال في الدوم صاحب السمو ويمكن ذكره مؤخرا في نهاية رمضان التركيز على الشباب ودعم الشباب في هذا الاتجاه لكن الأدوار بدأت يعني ترى عدم وضوح للمبادر نفسه يسمع مشروعات صغيرة لكن ما يدري وين يتجه هناك عدة جهات في الحكومة تقدم خدمات مختلفة عن الأخرى واحدة منهم برنامج جاعته كلها من الخدمات اللي تقدم للمبادر نفسه الهيئة العاملة القوة العاملة تقدم خدمات لتوفير العمالة وتسهيل خدمات العمالة من خلال مركز الصديق الصندوق الوطني يقدم خدمات تمويلية وغيرها من أمور من تدريب وغيرها أيضا وجهات أخرى تقدم خدمات مختلفة لكن الناس بدأت تسمع اليوم صارت الضجة على كلمة المشروعات صغيرة ما قامت تعرف أدوار الجهات وأشكرك على السؤال في أن الجمعية ما هي دورها بشكلها جمعية مثل أي جمعية نفعان جمعية الاقتصادية جمعية المحامين كلهم يدافعون عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمشاكل اللي يواجهونها أو التحديات اللي يواجهونها أول الإنجازات اللي قامت فيها الجمعية من 2010 وإحنا كنا ذراع اليمين لللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة في إقرار الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة كنا نشارك في هذا القانون والمميزات اليوم نراها في القانون اللي من صالح المبادر حنا كنا جز من دفع في هذا الاتجاه الصندوق كان لها دور كبير عفواً الجمعية الكويتية كانت لها الدور الكبير في النهاية الطالب في المطالبات اليوم موجودة في قانون الصندوق لا الآن الصندوق على لسانك حنا راح نتطرق راح نتطرق للصندوق اللي أنت كنت تعضو فيه بمخلالها سألتنا لكن نرجع للمهندس فارس يعني لو سألنا عن الخدمات المقدمة من قبل إدارتكم وإدارة المشروعات الصغيرة يعني دورها ما يختصر فقط على تقديم أموال أو معاشات لكن في دورات في تثقيف في معارض دعني أستعرضها سريعا هي نقدم خدمات تدريبية مباشرة مهنية ومجانية نقدم خدمات تسويقية بحيث نشارك في معارض كثيرة في الدولة في معارض تراثية في المباركية في أرض المعارض المشروع في الجمعات التعاونية نقدم خدمات تسويقية عندنا مذكرة تفاهم جميلة جدا مع أكبر منفذ ترويجي وتسويق بالكويت اللي هي الجمعات التعاونية قدمنا مذكرة تفاهم بحيث أن نعطيك كتاب تسهيل مهمة يدخل من خلال أي جمعية يراها مناسبة يقدر يسوق فيها منتجاته من رأس مرفوع ولا قبل يعني ما يحتاج واسطات ولا يعرف حد داخل جمعيات نقدم كذلك كثير من الشاب يأتينا أخوي أحمد ما عنده فكرة فقدمنا خدمة جليلة اسمها بنك الأفكار بحيث اللي ما عنده فكرة يقرأ هذه الأفكار الموجودة اللي مدروسة دراسة جد وجيدة ويقدر يأخذها مجانا أفكار موجودة غير مستخدمة يعني نعم أفكار موجودة جزء منها مستخدم جزءها قد تكون جديدة لكن من باب الاططلاع فقط صقل الخبرات في التجربة عندنا كذلك من الخدمات دليل الفرص التجارية جميل جدا هذه الخدمة فكرتها نحن نزور معارض كثيرة في دبي في تركيا في الصين في كوريا في هونج كونج مؤخرا ونقترس الفرص لهذه الشركات في شرق آسيا وحابة كلها وكيل أو موزع في الكويت عندنا دليل جميل جدا موزع ومصنف على الأنشطة معينة كل من يرغب يكون مورد أو وكيل لهذه المصانع متعدد الأنشطة يزورنا ونعطي هذا الدليل بشرط نتأكد أنه جاد للموارسة كذلك عندنا تنسيق ورجان كثيرة يعني الوكالات هذه جاهزة من غير التعاقد مع الجهة المسؤولة عنها يعني أنتم تتعاقدون لهذا الشهر لا لا أخي العزيحنا نقدم فقط خدمات نحن اليوم نص العلم نص المشكلة في العلم نحن نحاول نوصل هذه التشبيك في العلاقات اليوم كثير من المصانع اللي نزورها في المعارض الدولية يمكن ما تسنح الفرصة للجميع يروح لها المعارض لكننا نصعد هذه الفرص نقتنصها ونجيبها للشباب بحيث أن نشبك أنت عندك مصنع في مجال الصناعة هذا مصنع في نفس مجالك ارتبطوا إياه وسوقوا تاكتوا إياه وتواصلوا معاه واخذوا الكميات التي ترى مناس وخلك موزع كدرج أولى ثم موزع معتمد ثم تأخذ وكيلة بتدرج الجميل هذا طيب مهندس بسألك يعني ليش سوء الفهم دائما الخلط في هذه القضية بالذات هل لأن فكرة المشروعات الصغيرة جديدة على المجتمع الكويتي أم أن الثقافة في هذا الموضوع وتسليط الضوء عليها ودوركم الإعلامي أنتم أساسا قليل في هذا الاتجاه أحمد تميت كيرب بكل صراحة بكل صراحة أعتقد يمكن جزء من هذه المشكلة الجهاز الحكومي والدولة لأن الأسف اليوم مشروعات صغيرة مثل ما أخوي قال داود كل جهة تغني على ليلها وتعطي خدماتها بنطاق معين لكن ما عندنا جسد كامل ما عندنا رؤية واحدة تتكلم عن هذا الموضوع عندنا رؤية واحدة فقط واضحة لدينا هي رؤية صاحب السمو أسس الصندوق في كل خطاب أذكره وخيرا في العشرة وآخر لازم لها سطرين يتكلم عن مشروعات صغيرة ويطالب القيادين والمسؤولين في تسهيل الخدمات ويطالب كذلك عكس في الشباب لإستخدامها الخدمات لكن الأسف اليوم الدولة ما عندها جهاز واحد مشروعات صغيرة كل جهاز يقدم خدماتها وهذه الرؤية أنا اللي ألاحظة وخاصة من خلال حتى مبادرات الشباب وشكاويهم ومشاركاتهم معانا أن هذه الرؤية لصاحب السمو أن الوزارات كلها نفسرها على كيفها وكلها نحط لها تفسير وقانون وقرارات على كيفها حتى أن أصبحت هذه القرارات من خلال ملاحظتنا اليوم أنها مضاربة في بعضها البعض وهذا اللي راح نناقش معاكم أيضا بالتفسير لو سألتك سيد داود عن آلية شروط الانتساب للجمعية الشروط لو قايله قبله شوي شان أكتوني مطلحهم شروط الأساسية في الانتساب للجمعية إحنا لأن جمعية مهنية مثل ما هي مثل ما قلنا المهندسين والمحامين وغيرهم إحنا قاعد نختص أن نستهدف الشريحة اللي ذكرها أخوي فارس اللي مسجلين على الباب الخامس أي الكويتي صاحب العمل يعني مو مسجل ترخيص باسم والدتا أو باسم أختا أو باسم أبو وأهو قاعد يزاوي العمل وعنده وظيفة حكومية إحنا قاعد نركز على المبادر اللي فعلا هو المسجل على الباب الخامس ويكون أهو القائم في الأعمال بنفسه فهذا الشرط الأساسي وتبعاته نحتاج الرخصة التجارية التي هي صورة البطاقة المدنية والتأمينات الاجتماعية التي تثبت ذلك صورة من الترخيص سواء تجاري أو صناعي صورة من عقد التأسيس أمور بسيطة اللي نطلبها من المبادر لكن اللي لاقي هناك في عزوف عن الاشتراك في الجمعية يمكن يكون أحد أسبابه عدم وجود بنفيتس أو مميزات كم عدد المنتسبين بالجمعية؟ المنتسبين بالجمعية تجاوز عددهم السبعين إلى اليوم غريب عدم قبال الناس على أن يخدمون على الجمعية سبعين زيني أستاذ فارس لو سعلناك كم عدد أصحاب المبادرات في المشروعات الصغيرة؟ أنا صراحة من صدب من الرقم الموجود لأن الرقم يكاد يشكل ربع بالمئة من النسبة الحقيقية الموجودة اليوم الرقم الذي أعرفه تقريباً 9000 شخص أو مبادر الرقم المسجل عندنا في التأمينات هي أفضل جهة أخذ منه رقم حقيقي كباب خامس تجاوزه العشر تلاف 11000 مسجل بكويتين عندنا في الكويت 12000 12000 مسجل بالتأمينات عندنا في الهيكلة المسجلين عندنا يأخذون دعم عمالة على الباب الخامس فقط تجاوزه 8000 ونص دعني أجعل منها 8000 ونص وهم عندنا شروطنا صعبة لازم العمر والمجاوزة والممارس مثل ما قال أخي داود وبالتالي هذا الرقم 70 من أصل 8000 أو قول 5000 رقم لا يشكل نسمي إذن أنا أعتقد فيه مشكلة عند الجمعية في التسويق إحنا يمكن مو بالتسويق كثير ما هو اليوم لمنيان وشهرة الجمعية من الحكومة الحكومة وقعتك على قرار أنك أنت ما تطالب في مقر وما تطالب في ميزانية فهذه الشغلتين اللي ما تقدر تسوي أي أكتيبيتيز حق الجمعية أو أي انشطة تمارس فيها الجمعية وكانت بالنسبة حق المبادرين ما هو شيء مشجع بالنسبة لهم أن يسجلون فيه هناك بعض الاشتراطات اللي وضعت في بداية التأسيس صارت صعبة على المبادرين اليوم مثلا أحضار ورقة حسن سير السلوك مثلا هذه واحدة من الأشياء اللي حصلت بعض المبادرين قالوا عائق بالنسبة لهم هذا الدور يمكن إحنا ما نحمله كمجلس دارة لكن نحترم أخواننا مجلس دارة السابق كانوا يطبقون ما كان قائمين عليه في السابق والحين صار لنا أكثر من سنة مقدمين نموذج تعديل حق العقد التأسيس الخاص في الجمعية على أساس نسهل تسجيل الشباب في الجمعية وإلى الآن لم نلقى الرد من وزارة الشؤون على أساس نقدر نفتحها بشكل أكبر وإحنا موعدين للمبادرين إن شاء الله يوم الأربعة مو هذا اللي بعده في الديوان عندنا رح يكون في عندنا لقاء مفتوح عشان نحط كل المشاكل أو التحديات اللي تواجههم ونحطها على ورق ونقدر نروح فيها للشؤون ونطلب التحديد بالضبط شنو الأشياء طيب أستاذ داوي خناكم معك صحيح من خلال حتى لقاءاتي من بعض الشباب والمبادرين واللي رسلناهم واللي كلمناهم بخصوص هذه الحلقة يقولون إنه إحنا كل ما نبنسجل في الجمعية نلقى أكثر من عائق ونلقى أكثر من عذر وإن الرقم أساسا الحين اللي اسمعناه إحنا صادم سبعين شخص مقابل أكثر من ثمانتالاف شخص يحتاجون يعني جمعية تطالب بحقوقهم من خلال هذه التناقضات الكثيرة وهذا التشابك ما بين وزارات الدولة والهيئات وغيرها أنا أعتقد أن المسألة فيها خلل واضح أنت صار لكم شهرين من شهر أنا شهر ونص شهر ونص أنا كرئيس مجلس إدارة صار لشهر ونص في المكان وقاعد أحاول أرتب ما يمكن ترتيبه يعني اليوم أنا ما أولام على مجلس إدارة سابق وكلهم كل احترام التقدير لكن هذه القيود وضعت منذ التأسيس فهم ما يحاسب على المجلس إدارة السابق شنو مشكلة أنك تفتح باب التسجيل فاتحين باب التسجيل مفتوح اللي تقدم يايكم ومستوفي كامل الشروط أو ما كمل باجئ أوراقي غير هالكلام غير صحيح وغير واللي مكمل يتسجل على طول يقولوا صالة ما يشهر لا مو صحيح هالكلام كان في بعض كنت قلت لك هذا واحد ما شروط؟ الشرط الأساسي اللي كانت عليه مشكلة اللي هي عملية اللي هو حسن سير السلوك في البداية كنا نطلع كتب حق وزارة الداخلية يا جماعة تقول لنا حسن سير السلوك يردوا لنا في نفس المبادر نفسه يأخذ الورقة يروحي بها ويرجع بعدين حر طيب ليش وزارة الشؤون منعت أن نخاطب الجهات الحكومية إلا عن طريقها فقمنا نصدر الكتب حق وزارة الشؤون عشان نتخاطب الداخلية وتقول لهم أن هذا حسن سير السلوك عساس نوافق عليها هذا التأخير هذا الشرط منكم كجمعية هذا من البداية نحن ينا على مجلس دارة كانت هذه الشروط موجودة أعتقد صاحب المشروع ما يسوي مشروعه ولا يتتم الموافقة إلا أنه جايب شهادة حسن سير السلوك أخي عزيز صندوق الوطني هو يمكن أول من شرط موضوع حسن سير السلوك إذن كل مبادر وصاحب عمل هذه الشهادة عندها موجودة سهلة ما هي صعبة يمكن أن يظهر من نص ساعة يذهب وزارة الداخلية الضجيج تطلع هذه الشهادة وانتهى الموضوع عندها في ملفها جاهز حين الأسف أصحاب مشريع صاروا مندوبين معاملات أو تخليص معاملات لكن من شطارتهم وإبداعهم فعرفوا أن نفس هذا الموجود فمعهم جنطة كل أوراقة موجودة يعني ما يتعطل أبدا لكن اليوم إن كان في عقدة عندنا في الجهاز الحكومي في بعض جاد حكومي حتى أكون جاد اليوم كان الدور الحكومي مقصر لكن اليوم أنا أجد فيه تحسن لا بأس فيه وممتاز لكن المطلوب والمؤمول أكثر لكن أنا ما أقفر لقطاع خاص ما لدور لأن ترى أخي العزيز المسؤولية على الجميع وليس على الحكومة اليوم في قطاع خاص لدور في المنظرات المجتمعين والجميع المجتمعين له دور كبير الأسرة والفرد له دور الإعلام له دور المجتمع له دور كل هذه الجهات لما تتعاون وتشجع المبادر أن يشتغل نقدر نصنع جيل واعد يبني مستقبله طيب أنا ما خلت فرصتي في أن أرد على الموضوع يعني طبعا أخوي فارس قاعد يتكلم عن الجهات الحكومية وقاعد يقول بعض العيوب اللي موجودة بالجهات وهو من الجهاز الحكومي نحن اليوم كنفعام قاعد نعاني من نفس المشاكل يعني اليوم أنا أوعدكم من خلال البرنامج نحن خلال فترة تتفاقنا في مجلس الإدارة قبل أسبوعين من خلال الويب سايت راح تقدر ترفع كل ملفاتك وكل الثبوتيات اللي أنت تبهها وتأخذ العضوية وانت في مكان خلال شكتر؟ خلال فترة شهر ماكسيموم خلال فترة شهر تم العملية ويتم نحن اجتهادا من عند مجلس الإدارة يمكن أن نحاسب بعدها ما أدري أن نحن نخلي أو حسن سير السلوك يكون لاحق يعني نطلع للعضوية لكن إذا رسلنا وزارة شؤون ورسلت الداخلية بعد ثلاثة شهر لاستمرار العضوية تشترطون هذه الشهادة يعني بعد ثلاثة شهر يانا الرد من الداخلية في أن الشخص عليه أي قضية مالية أو غيره عليه أو على الشركة تبعه على طول راح تسقط العضوية ورح يوقع أقرار على هذا نعم هذه أكبر تسهيل قدرنا نسوي في الوقت الحالي أنت قلت لي شغلة مهمة اللي هي الأقرار الخاص في حسن سير السلوك هل يعطى في الشركات نعم لكن المشاكل متأتي بعد ما يطلع الشركة هناك شيكات بدون رصيد هناك بعض المشاكل التي تصبح بعد ما يطلع ترخيص الشركة وهذه نقطة مهمة يعني ما نقدر ننكر هذا البندة بخصوص العضوية هذا وعد منك ولكل من سألني من المبادرين وأصحاب المشاريع هذا وعد رئيس الجمعية الكويتية رح يكون رح يكون بعد شهر نفس ما ذكر وهو مسؤول عن كلامه طبعا وننتظر وإن شاء الله أن يكون الكلام صحيح وأنه يكون رح يكون صحيح لا تقول لا طبعا أنا مطلوب اللي عرفني أنا ما أقول شيء ما أسوي وأنا مطلوب مني حقيقة أن أكد هذا المعلومة لكل من طلب هذا السؤال تحديدا لأن أكثر من شك وصلتنا بأنهم يواجهون مشكلة من خلال طلب العضوية من الجمعية الأستاذ داود كان واضح كانت إجابتها محددة وصريحة بعد شهر من خلال أونلاين أو من خلال آلية تكون واضحة أمامكم للتسجيل في هذا الموضوع عندك تعليق المهندس لكن أنا أعتذر منك عندي فاصل نرجع بعد الفاصل مشاهدينا فاصل ونعود حياكم الله من جديد مشاهدينا الكثير من الهموم والكثير من الآمال والتطلعات والكثير أيضا من الألم اللي لمسنا عند بعض أصحاب المشاريع اللي صدموا بالكثير من القرارات والكثير من الإجراءات الروتينية المعقدة كثيرة حقيقة يمكن لو نتناولها ما راح نلحق عليها في حلقة كاملة منذ أصلا يعني إعلاننا عن هذه الحلقة تفاجأنا بوجود هاشتاك خاص عن الحلقة يتكلم عن هموم هؤلاء المبادرين اللي ودنا كلنا حقيقة أنه نعرض كل ما دار فيه ونعرض كلها الشكاوي لكن وقت البرنامج يمنعنا يمكن إحنا خذينا رأيين من أصحاب المشاريع اللي كانوا معنا ودنا نشوفهم معاكم مشاهدينا ويشوفونهم ضيوفنا في الأستوديو ويعلقون عليها نشوف معاكم أخرج أول عائق اللي يربطنا كلنا كباب خامس الدورة المستندية في الوزارات عدم ربط الوزارات مع بعض مشكلة مثلا تأمينات إذا طلعت لي شهادة تكون صالحة ليث لتشهر الشؤون ما تقبلها بعد سبوعين تقول لي ردي طلعي مرة ثانية يعني ليش أرضي طلع مرة ثانية كل سبوعين وطبعا الأوراق راح تكون عندهم موجودة على ما تروح من مدير لمدير طافت لسبوعين فيكون مرات منهم أهم الغلط الجمعية غير فعالة إطلاقا لأن عدد المبادرين المسجلين في الهيكلة عشر ثلاث مبادر في المقابل الجمعية تم التسجيل لها فقط خمسة وخمسين شخص باب الجمعية مقفل التسجيل عن طريقها يتطلب شهور طويلة المفروض أننا أي مشكلة تكون عندنا أن نلجأ حق الجمعية الكويتية وهي تحل لنا مشاكلنا هذه بدل ما إحنا باب خامس كل واحد يروح يحل مشكلته بروحها ليس من معقول أن أنا أترك وظيفة حكومية مؤهلة لراتب ثابت وأتوجه للغطاعة الخاص لإنشاء المشروع الخاص فأجد أن جميع القوانين ضدي نحل مشاكلنا أكثر مثلا مساواة الباب الخامس بباب الثالث كتقاعد يعني إحنا تقاعدنا خمسة وخمسين وهما تقاعدهم خمسين واقع مريض يعني واقع مر جدا أن أنا أدفع أربع خمس شهور لأجارات مرتفعة جدا مقابل عدم وجود ترخيص منجزة وفي المقابل الآخر يتم وضع علي غرامات من هذه الجهات الشرائح شرائح التقاعد إحنا وائد ظلمتنا شرائح التقاعد يعني أنا ينزل لي 700 من دعم العمالة استقطاع استقطاع التأمينات 300 منهم غير استقطاع الباب الثالث يعني هذا كلش مو مساواة بيننا وبينهم صندوق نتكلم بين فترتين زمنية ما قبل المجلس الجديد وما بعد المجلس الجديد دور الصندوق تأسس في عام 2015 لم يوفر لي للشباب من المبادرين والمتقدمين له إلا العجز عدم تلبية طلبات شروط تعجيزية الجمعية الكويتية المفروض تكون أكثر يعني وقوف ويانة المفروض أننا أي مشكلة تكون عندنا أن نلجأ حق الجمعية الكويتية وهي تحلنا مشاكلنا هذه بدل ما إحنا باب خامس كل واحد يروح يحل مشكلته بروحها يعني أي مشكلة مع الوزارات أي مشكلة مع الهيئات الحكومية أن تكون الجمعية الكويتية هي المنسقة بيننا إحنا كأعضاء وبين الوزارات كان من أفضل القرارات وأشجعها معالج سيد وزير التجارة خالد الرضان في حل المجلس السابق لأنه أيضا من الشباب وهو شعر بمعاناة الشباب شعر بأن هذا المجلس لا يقدم للشباب في هذا الصندوق صندوق نتكلم عن 2 مليار دينار أي ما يقارب 7 مليار دولار نلتفت حق شغلنا أكثر بدل ما إحنا معارفين حل مشاكلنا من كذلك جهة البنوك لا تعتمدني في القروض لا تعتمدني في التمويل لا أجد أي دعم من قبل البنوك في هذا الأمر حياكم الله مشاهدينا سمعنا هذه الهموم سمعنا هذه الشيكاوي منه تفضل استمعي كل شكر والتقدير حق الأخوة الشباب الذين خرجوا وظهروا وتكلموا أجد أنها مطالة مستحقة بس تنويه لو سمحت مهندس كنت أتمنى أن نأخذهم أكثر كنت أتمنى أن نأخذ أكثر من هذه الشريحة ونأخذ أكثر بالوقت لكن مثل ما أنتم شايفين الوقت يا الله يعني كفينا أنا أدعوكم أخي أحمد أن يصير لقاء خاص للشاب اليوم صوت الشباب أصبح صوت مسموع صوت مهني صوت أهل الميدان هذي مسؤولياتنا إذا في محش تعليق الطرح كان للراقي أنا أجد هذا المطالب مستحقة وهذا يؤكد مشكلتي نحن ما عندنا رؤية الدولة اليوم جهاز برامج حيك يأدي دوره وفقه لإختصات المعينة له برامج تدريبية أكثر من 250 برنامج تدريبي مجاني معارض تسويقية آلاف المعارض دعم قاعد نقدم 50 مليون دينار شهريا لكل أصحاب دعم عماله 8000 منهم حق أصحاب الباب الخامس إحنا عندنا خدمات غير توميلية قاعد نتشارك في الخدمات التوميلية اللي قدمها الصندوق أو البنك الصناعي أو الشركات الإستثمارية أخرى واليوم قاعد نسهل قرارات إحنا أول جهة قدمنا مبادرات ترخيص المنزلية السيارات المتنقلة المناقصات الله يعطيك العافية في ملاحظة على الملاحظات اللي قالوهم الشباب أنا أجدها مطالبات مستحقة على كل مسؤول معني من هالجهات يسمع المطالبات أنتم مسؤولين بعد نحن مسؤولين بس ما وجدت مطالبة نحن معنيين فيها بشكل مباشر لكن أنت تدري أن دوركم كإدارة أيضا ممكن يكون في تنسيق ما بين اللي قاعد يحصلون الشباب من تعسف في الدورة المستندية على الأقل يعني كان المفروض يكون لكم دور أيضا بمخاطبة التأمينات لتسهيل هذه الإجراءات الصعبة عليهم وعدم استفطاع يعني هذه الأموال منهم ولا أنت دوركم إداري فقط لا إداري أخي عزيز أنت قاعد تطلب مني كأني أنا رئيس التأمينات أو مسؤول عن كل هذه الجهات أنا عضو من هذه الجهات كلها دوري يمكن أخاطب لكن المطلوب بس أنتم أول جهة ممكن أن يلجأ لها هذا المبادئ لو أوريك المخاطبات اللي عندنا هي ليست في القيمة في المخاطبات القيمة بالأثر اليوم يا أخي العزيز إحنا ما عندنا جهة اليوم في بعض الدول الخليجية في هناك هيئة في أمريكا في وزارة المشروع الصغيرة في هيئة المشروع الصغيرة كل هذه الجهات تحت هذه الهيئة لذلك أنا أدعي اليوم من المختراحات أن الصندوق الوطني يكون هيئة المشروع الصغيرة وليس فقط تنويل حتى يدمج كل هذه المطالبات هي يطلع ترخيص هي عندها التأمينات هي عندها العمالة هي عندها الجمعات التعاونية ما يخص المشروع الصغيرة هي اللي عندنا المراقصات اليوم أخي عزيز مشكلتنا عندنا رؤية سامية لكن ما عندنا أجهزة تطبق هذه الرؤية وتجمع هذا الاختلاق فرس فارس كلامك يعني أنت تقول أن إدارتك ما لها أي ذنب في كل ما يحصل وأن رايتك بيضة ورايتكم بيضة مع أن أنتم أيضا عليكم اعتقاد بأنكم أول إدارة يلجأ لها المبادر وأن عندكم دور تنسيقي غائب في كل هذه المشاكل ردا على هذه النقطة نحن صج عندنا دور تنسيقي وما قفلنا باب ولا نفتحه يوميا عندنا دورات مستمرة أو بابنا مفتوحة كل من يريد أن يراجع الهيكلة بابا مفتوح نستقبل كل الاختراحات قدمنا مبادرات فعلية أخي العزيز الترخيص المنزلية الصندق الوطني اللائحة السيارات المتنقلة من مبادر في هذه؟ كلها نحن نحن إدارة موشة صغيرة وبرنامج الهيكلة لكن أنا أجد مطالبات الأخوان والأخوات واحدة في الدورة المستندية في تجديد الإذن العمل في الجمعيات التعاونية في التواصل مع جمعيات النفع العام كلها مطالب مستحقة وتستحق النظر أستاذ داود إذا سألتك ومثل ما أنت شايف أن أغلب الكلام والانتقادات أتت في تصب في ما يتعلق في الجمعية أنا يعني انتقاد من ناحيتين من الجمعية ومن الصندوق وماذا قدم الصندوق خلال فترة السابقة يعني أكثر من شفاف في الكلام على أساس أرد يعني أتمنى تعطيني فرصتي أرد أن الكلام كله كان موجه على الجمعية وعلى الصندوق السابق خذراتك فأحتاج فيها وقت هذه صراحة كأن هذا اللقاء مبرمج أنه يعني يطلع عيوب اللي قاعد يشتغلون في هذا الجانب أنا ما أسمح وحق أخو جابر في أنه ينتقد عمل مجلس الإدارة السابق للصندوق الوطني تعبنا واشتغلنا وإحنا عيال الكويت نستحق شكر على الأقل على كل ما قدمناه خلال فترة الثلاث سنوات دليل أن الولد مو مطلع قال التأسيس في 2015 وتأسيس الصندوق هو 2013 شهر أربعة تشكل مجلس إدارته شهر سبعة أنت لما يعطونك قانون على ورق تبتيت طبق جهاز جهاز حكومي يديد شكتر تأخذ وقت على ما تأسس لما تأسس مشروع شكتر تأخذ وقت على الأقل ستة شهر إلى سنة فتتكلم عن جهاز حكومي بـ 2 مليار دينار كم راح يحتاج وقت وإنت عندك ارتباط مع كل الجهات الحكومية ديوان الخدمة المدنية تحتاج تعتمد الهيكل تحتاج تعتمد اللائحة الداخلية خاصة بالصندوق تحتاج أن يكون عندك جهاز تنفيذي وتبدي توظف وتعين هذه إجراءات طويلة عندي خطة أنا ما بأخذ من وقت البرنامج عندي خطة الصندوق كاملة أقدر أشرحها وأقدر أفنت فيها بس أحتاج حلقة كاملة أراويك شو اللي سويناه خلال الفترة اللي طافت أبرز إنجازاتكم راح نتكلم عن الحاضينات اللي سويناها سواء بالفيحة أو مركز الاستقبال بالمنصورية مبنى تحتاج أنت مبنى شو كثير تأخذ لما تبني بيت شو كثير يأخذ البيت الواحد شو كثير يأخذ يعني كان فيه إنجازات هناك فيه إنجازات كثيرة ولو بتكلم ما راح أخلص زين شو ترد على اللي يقول لك إن أكثر العراقين الموجودة الآن هي كان سببها قرارات الصندوق لا الحين هو وقع يتكلم عن قرارات الصندوق هو وقع يقول مجلس الإدارة السابق وأفضل خيار اختاره وزير التجارة هو حل مجلس الإدارة رأية 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 ونحترم رأية لكن بالمقابل لازم تتكلم عن الإنجازات إحنا دعونا نتكلم في الميديا مو يعني هذا أنا أسر لك الحين شلو الإنجازات الحين قاعد أقول لك عندنا وحدة الأخت بغيث قالت أنه والله الربط بين المشاكل الحكومية هذه مشكلتي وهذه أول قضية تبنيتها أنا كداود اليوم عضو مجلس إدارة كنت سابق في الصندوق عملنا لجنة اسمها لجنة تنظيم بيئة العمال هذا تقرير كامل عن هذه اللجنة كل اللي كان فيها على مستوى وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد كانوا مع عنا جهات عديدة منهم برنامج جعات الهيكلة والتأمينات وغيرها من الأمور كنا قاعدا نحاول نربط الجهات الحكومية لكن ما هو بيوم وليلة تقدر تخلص كل شيء من مايو 2015 نشتغل على هالموضوع لأيه 2017 ويحسب لنا اليوم لما نسوينا في ديسمبر 2016 اجتماع وكان حاضر أغلبية أعضاء مجلس الأمة اللي اليوم شكلوا لجنة خاصة في مجلس الأمة خاصة في بيئة الأعمال كنا احنا جزء من الدفع في هذا الاتجاه وإحنا اللي تكلمنا عن بيئة الأعمال ما حد كان يتكلم فيها في السابق فيوم تكلمنا هذا جزء من الكم اللي احنا قاعد نتكلم عنه الحاضنات اللي قاعدت تكلم حاضنة الفيحة ومبنى المنصورية اللي اشتغلنا عليه وتأسيسها واستقبال الطلبات وطريقة تقييم المشروعات اللي كان سلس بالتعامل اليوم شنو كان عندنا غير موضوع عدد المشاريع اللي كانت مطلوبة منه في أول سنة تشغيلية اللي بدأنا فيها المشروعات اللي كانت مطلوبة منه 228 من الحكومة حققنا 245 أي ما يقارب 107 بالمية من إجمالي الإنجاز المطلوب منه يعني تعدين التارغت 352 فرص عمل للكويتيين وفرنا 850 وظيفة من خلال دراسة الجدوى اللي مقدمينها المبادر هذه دراسات صحيحة وحصائية أمية بالأمية ومستعد أواجه فيها أكبر واحد يمين إذا كانت هذه الإنجازات موجودة أستاذ داود ليش تمحل خلني أكمل خلني أكمل المختص في هذا المجال أنا تقول لي ليش نحل اسأل الشخص لا بس كانت فيه اتهامات مباشرة لكم بأن أنتم كنتم يعني منتم حتى قابلين تخضعون للجهات الرقابية من خلال هذا أبسط شيء مو صحيح الكلام خلني أكمل آخر إنجاز كان مطلوب منه 1236 مدرب من دربة دربنا 1282 من خلال برامجنا التدريبية اللي بناها من جهات كبيرة غير تشدي لما تتكلم عن سبب الحل هذا أمر مراجع لي أنا لما يكون فيه وزير مختص أهو الوزير اللي تقدر تسألها السؤال مو تسألني أنا أهو أنت تقول فيه مشاكل وفيه أمور ورقابية وغيرها من أمور الارقام اللي ذكرتها حقيقة أرقام كبيرة وارقام إنجازات يعني عندي أسامي المبادرين إذا تبيني أطلع لك بعد ما لا بالعكس لكن إذا هذه أرقام صحيحة ورسمية هي إنجازات حقيقة صحيحة أمي بلمية وانزلت في الجريدة الرسمية ولم ينكرها أحد موجودة اليوم في الجرائد الرسمية وانشرت قبل في شهر مارس طيب أخي العزيز اليوم أنا ودي أدافع عن أخي داود مو لأنه يعني هو موقف حي ضعيف داود يمكن أكثر واحد مشتهد في أعضاء مجلس دار السابق لا لا كلنا كنا مشتهدين أنا ما أسمح إحنا فريق وحزمة ونشتغل مع بعض وإن ما نقوم إنصافا للحق إحنا نسمع داود أكثر من أعضاء الباجين هذا واحد اثنين لكن مجلس داره الحالي ومجلس دار السابق مجلس دار السابق عمل واشتهد وسوى اللي قدر عليه لكن مجلس دار الحالي اللي موجده شهرين خفض الإجراءات والطلبات حق الشركات القائمة من ثلاثة طلب إلى خمسة عشر طلب ومن خمسة عشر طلب حق الجديد إلى ثمان طلبات وهذا اسمه تسهيل بيئة أعمال حقيقي بظرف شهرين أنا عندي رؤية وجهة نظر اليوم أي ترى كنا ماشين فيها إحنا قاعد نخفض بس سجلت يعني الحق يقال الحق يقال اليوم مجلس دارة جديد وزير التجارة شاب لمس الغضب الشعبي على مجلس دارة الصندوق السابق ووجهت نظره نيابية شعبية شبابية إن مجلس دارة خلاص أخذ فرصة واليوم هذا الحق اليوم محد دائم يا جماعة هذا الكرسي محد قاعد عليه أنا اليوم مدير دارة موجود باشر أطلع لكن ذكرك وطيبك موجود لذلك اليوم الإنجاز الحقيقي يبقى والأرقام هذه تنسي اليوم اليوم الشباب عندهم معاناة مع الصندوق تم حلها بظرف شهرين لكن أنت تقول تم حلها أنت تتكلم نيابة عن منه هل أنت يت وقدمت على الصندوق أنت تقول تم حلها أنت عندي آهات وآلام من الشباب وحتى أنا عندي آهات وحلوة ببرل لك الناس فيه ناس تعالي المشاكل لليوم وان حلت المشاكل لا تحسسني من شهرين تغير للعلم يعني مهندس إن رئيس الجمعية المفروض هو أكثر واحد وأكثر شخص وقعدتين شكاوي لليوم عارف الشباب لكن لنعرف أنه سبعين شخص يعني لا لا تتكلمون الناس اللي تقدم شكاوي مو شرط يكون من سبعين شخص دعني دعني مو شرط يكون لا لا أخي العزيز يا أخي العزيز السبعين هذا رقم غير فعلي اليوم يا أخي غروب واتساب أحط فيه 250 شخص أنا عندي غروبات واتساب فارس تقلت بوتر وتي تقول الكلام في الحلقة أخي العزيز العملية مستهدفة لا مستهدفة لا أمبين أن الهجوم بشكل مباشر صار باتجاه أتمنى أنك تكون وجهة نظر لا رجم لا لا واضحة العملية أنت قاعد فيه تعظم في شيء ما صار لشهرين أنا عندي مع احترامي حق أعظام مجلس دارة الصندوق لكن لليوم ما أنجزوا شيء لا تي تقول لي شو ما أنجزوا شيء أو ما أنجزوا وسهلوا وعملوا تعالوا راويكم معنا نسبة التمويل طيب أنا متفاعل جديد المجلس دارة الجديد وكلنا متفاعلين إن شاء الله كلهم شباب وفيهم خير وإستاذ داود وعد وقال وهذا نجاوز بمعكس إذا اختم خيار شهر النقلة من سمعين وضو إلى الفين ما أقدر أجزم أنه شام واحد يسجل كم تتوقع أنا أفتح مجال وأسهل لكن شام واحد يسجل هذا أمر راجع حق المبادرين أخي العزيز إذا سهلت يا حبيبي دعنا أقول لك غرفة التجارة نعم الكل ملزم أن يسجل في غرفة التجارة صح؟ صحيح أصحاب مشاريع صحيح أو أصحاب رخص تجارية صحيح اليوم أنا كجمعية ما أقدر ألزم كل مبادر 8000 أو 9000 اللي قاعدت تكلمون عنها ألزم كلهم إذا سألنا يسجل يسجل وإذا سألتك بعد ما استعرضت إنجازاتك وإنجازات الصندوق نبي نعرف لا أقول شيء لألحن من النجازات يعني فيه أشياء يريد أن أتمنى يكون عندنا وقت عشان نتناول لا عندنا وقت لكن إذا سألتك يعني شنو تعتقد أهم القرارات الموجودة اللي تعرق المشاريع الشباب يعني شنو مدى تعاون الجهات الحكومية معكم خلني أقول لك شنو القرارات اللي شاركنا فيها كجمعية والحمد لله بوجهة نظرنا علاقة النجاح أو يمكن علاقة نص نجاح إلى أن تكمل يعني عادة يأخذ وقت قرار القوة العاملة اللي هو فيه إدارة مبارك الكبيرة أنا كنت جزء من فريق العمل اللي اشتغل على قرار القوة العاملة واليوم لله الحمد الصديق يستقبل كل الطلبات وتسهيلات لما تقول لي والله في مشكلة يوم رحت السيستم ومشغال هذه ما هي مشكلة المشكلة عندنا أننا حلينا مشكلة تكلمني قبل خمس سنوات وتعالي تكلم اليوم متأسس مشروع أنا لي اليوم صاحب مشروع صغير من 2005 إلى اليوم وأنا مسجل على الباب الخامس وحتى إذا كنت في الصندوق كنت عضو مجلس دارة غير متفرغ وموثل للباب الخامس فقرار القوة العاملة اليوم لما نقارن القوة العاملة في السابق واليوم نلاقي طفرة نوعية في تسهيلات على جلب العمالة المهنية وغيرها من العمالة في القوة العاملة وأنا أشهد لأنجاز وأنجاز ثاني سواءنا قرار في الجمعيات التعاونية التسهيل في حصول على مساحات استثمارية داخل الجمعيات التعاونية للشباب سواء أرفف سواء أكشاك سواء محلات موجودة على أرض الواقع ولاقة نجاح لله الحمد قرار المدارس كنا نبندش في كافتريات المدارس وكان في كنا فيها لتجاه حضرنا اجتماع مع معالي الوزير السابق العيسر وقف لا لا لليوم بعد ما طلع معالي الوزير في تحركات قاعد تصير التوجه الحكومي غريب ما قم يدخلنا احنا معاه في الصورة في بعض الجهات اللي كنا نشتغل معاهم من البداية يعني المفروض يكون هذا دوركم يعني وكون على الأقل الفود مخالف خلناك الفارس ما الفود ترك كنا نتحرك فيه من زمان وقعدنا مع أكثر من وزير سابق كنا نتكلم عن الفود ترك لكن صوتنا ما يوصل مثلما يوصل عضو مجلس أمة يطلع فيها الانجاز ونبارك حق أي عضو مجلس أمة يفوز فيه إنجازات حق الشباب ونستفيد منها بس لليوم ما طلعت على أرض الواقع فما نقدر نقيمها الدعم الإعلامي قناة الراي من أفضل القنوات اللي تعاملت وياننا وعطتنا هذا الدعم الإعلامي حق أصحاب المشاريع الصغيرة ومسجلين على الباب الخامس المسجلين في تصديق هذا إنجاز يشتشكر عليه مع الوزيرة الشؤون نتمنى كل إجهات الإعلامية جميل طيب مخالف خلني أقول لك خورنا شوي الأراضي الأراضي الصناعية هذا أكبر عائق يواجه في المبادرين وكنا مع الهيئة العامة للصناعة مدة لا تقل عن سنتين نطالب في أراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة ما لقينه أي أراضي تفرج الهيئة العامة للصناعة ما كان فيه يعني سيد مهندس فارس بسألك عن القانون عشان غير شوي القانون الجديد الخاص بالأعمال المنزلية وهذا موضوع مهم ياريت ناقشة هذا موضوع ساعد فيه ناس مهتمين فيه كثير يعني وسيارات المتنقلة نبي تعريفه والرؤية له أول شيء التراخيص المنزلية اسمها الشعبي لكن اسمها القانون الأخير هي التراخيص الحرة المتناهية في الصقر وقبل أن أدخل في تفصيل هذا الموضوع لازم أن أجد نفسي لزاما عليها أنا أتقدم بالشكر لمعالي وزير التجارة خالد روضان الذي أخرج هذا القانون من 2011 من ملفات ومخازن وزار التجارة ووضعه على النور وصارها الانجاز اليوم موجود هذا التراخيص فكرتها بكل بساطة أنه تم التحديد تقريباً 21 نشاط فقط يتم مزاور لهم بدون وجود محل ولا مكتب ولا إيجار وهذا يدعم سالفة الإيجارات العالية لليوم أحد معوقات الشباب للمشارعية الصغيرة أو بالتالي تم فقط العمر الشروطية 21 سنة فما فوق يعني حتى الكبار أو المتقاعدين يقدروا يقدمون على التراخيص هذا اثنين كويت الجنسية ثلاثة يكون لديه صندوق بريد محدد من خلال الموقع السكن أو البيت أو صندوق بريد اللي في المنطقة أو يحدد مقر عمل آخر يجده مناسب في أي مكان إذا مكتم محامي أو محاسب أو شركة أخرى الأنشطة محددة وهذه مرحلة أولى في هناك لجنة قاعدة تشتقل على الأنشطة خلنا نتكلم مثل ما قلت أنت تعريفها بالكويتي يعني هي أعمال تمارس في البيت مثل الطابخ والخياطة وغيرة والأفنتات اللي يسوونها بالبيوت فيه انتقاد على هذا القانون يقول أنه رح يسبب ربكة وزعاج للجيران وأنه يمكن فيه واحد يسوي مطعم في البيت وواحده يسوي خياط وحده فيه ناس رح تعترض من الجيران بأنه واحد حول بيته إلى مول أو إلى مشروع العكس أنا أجد يا أخي الهوم بوزنز هي بوابة انطلاقة المشروع أحترمها بس خليفهمون الرؤية الاستراتيجية كل دول العالم لديها هوم بوزنز اللي لحنا لكويت يعني إيش معنى اليوم أخي عزيز كبرى الشركات العالمية بدأت من النزل أبل أراميكس أكبر الشركات كانت كارادو عندنا إيش أروح للعالم عندنا ماركات كويتية دير اندير العنجري راكان فضالة شوكولتينز كل هذول بدأوا من المنزل وانطلقوا الآن وأصبحوا ماركات يفتخر بها أخي العزيز إن كان فيه خوف من استخدام البيت وتحويل السكن إلى محلات فيه تنظيم وتقنين وروابط لمراجعة هذا الأمر نبنعرف هذا التقنين وهذا الروابط لكن بعد فاصل قصير مشاهدين أفاصل ونعود حياكم الله مشاهدين سيد داود قانون الجديد الخاص في الأعمال المنزلية والسيارات المتنقلة هذا يشغل حيز من تفكير الشباب بشكل كبير وفيه اهتمام عليه كبير من الشباب أكيد لكم دور في الجمعية بخصوص هذا الموضوع الجمعية 71 ما لها دور بتردون تقول نفس الكلام لا لا إن شاء الله هذا وحدة من المطالبات اللي كنا نطالبها قبل لا يكون معالي الوزير لا بالجمعية حتى الشباب كانوا في الجمعية يطالبون في أقرار واشتركنا في عديد من الاجتماعات مع اليونيدو واشتغلنا مع مجموعة وفارس كان يحضروا ويانا ويادري شنو اللي كنا نطالب فيه لله الحمد لليوم على الأقل في بوابة ما قصر معالي الوزير في أقرار فتح لنا نفس يديد إنه يكون فيه مبادرين جدد في الساحة وأتمنى يمشي لهم دعم العمالة بعد إن القانون يكون متمرشي مع دعم العمالة ومسجل على الباب الخامس ويتسجل هذا المبادر وإن كان هم يطالبون بعمالة ويطالبون بدعم عمالة العمالة يعني يمكن يكون عندهم وجهة نظر لأنه فيه تركيبة سكانية وفيه أمور دولية ما نقدر نقيسها وصعب تحكمها في البيت لكن على الأقل يتسجل الكويتة على الباب الخامس في هالمجال إحنا ندعم في هذا الاتجاه إحنا ما عندنا تفصيل قرار شنو رح يكون وشلون رؤيته لأننا كجمعية ما شاركنا في هذا القرار لكن يشكر على هذا من ما يقدر يشكر على قرار يخدم المبادرين في هذا الجانب لكن نتمنى في القادم وهو ياتنا دعوة حق اجتماع بكرة إن شاء الله رح نكون معهم في القادم من الأمور إن شاء الله رح نكون مع وزارة التجارة في أي تجديدات نشوفها رؤية لخدمة بيئة الأعمال ممتاز لأنه بالطبيعي رح يواجهون الشباب عراقيل في هذا الموضوع أكيد رح يكون لكم دور فيه خلال الجمعية لتذليل مثل هذه العقبات مهندس فارس هذا الموضوع أخذ حيز لا بس تسريعا رد على بعض الأسئلة المهمة النص قاعد تسأل في توتر أول سؤال هل يمشي لهم دعم العمالة الترخص المنزلية أنا أحب أطمن أن معالي وزير شكل لجنة لجنتين حق السيارات المتنقلة مع البلدية والتأمينات والهيكلة ومع حق لجنة مع الشؤون هي تقوى العاملة والتأمينات والهيكلة في موضوع حسب موضوع دعم العمالة يمشي ولا ما يمشي وخلال السبعين راح يبين أن كان صاحب العمل إذا كان هو وين مشكلة أخي أحمد أعلى سن المشاهد يعرف شو نسب التعطيب في هذا القرار نحن نتأكد أن هذا صاحب الرخصة قاعد يمارس ويزاول هذا النشاط نحن كل الخوف يا أخي عزيز أن الرخص تأخذها ومقموتها بالدرج وما يشتغل ويأخذ دعم عمالة ونحن ضد هذا الشيء تماما أو تأجير بالباطن نبي اليوم الكويتي صار له تسهيلات مهمة دعم عمالة ورخصة يقدر يأخذ توميل اليوم مع وزير تجارة فتح الباب حق الترخيص المنزلية هذه أو الحرة أنه ممكن تأخذ توميل من الصندوق ممكن تأخذ عفوا المناقصات من الدولة وهذه وحدة من المطالبات اللي الشاب يطالبونها يا أخي 70% من المناقصات حق شركات كبيرة اليوم الشركات الصغرى لازم يخصص لها جزء من المناقصات فهذا الدعم بإذن إلا هذا تم أنا أعتقد رح تصير نقلة وثورة في عالم المشروعات الصغيرة للكويتيين أنا أعتقد هذا قرار جري وقرار مستحق قبل أن ندخل بعض التفاصيل بس إليك سؤال بخصوص إدارتكم في هذه القرارات التي تحدد مثل نشاط 18 نشاط منها الإعلامية والحرفية 21 بعد التعديل نعم زين والحرفية وتقنية المعلومات وغيرها أنتم كإدارة مشاريع في الهيكلة يعني يأخذ رأيكم في هذا الموضوع قبل وضع هذه القرارات من خلال مثلا إحصائيات تتسوون احتياجات الشباب وغيرها أخي العزيز أحنا بل فين وتقريبا 12 قدمنا هذه المبادرة 34 نشاط مش بس 11 أو 17 أو 21 كان رؤيتنا أنه حتى الطبخ والإستجرام والبيع لأننا منين جينا بالمبادرة جينا واقع اليوم أخي العزيز لما أنا تونيق على سؤال في حق الأخوان اليوم لما أقدم لك شغل البيت أكل طبخ أقول هذا شغل البيت وهذا مطعم شنو تختار بدون ترد رح تكون طبخ البيت لأنه أجود وأفضل وأنقع كل ما هناك عملية تقنين وتنظيم العملية داخل المنزل لما يكون لك إكزيت خاص ومدخل خاص بيئة عمل مناظمة حتى العامل اللي عندك له كرت صحة له تفتيش موضوع التفتيش والرقابة تم حلها قالوا قبل ممنوع البيت له حرمة شرعية ودستورية وقانونية لازم إذن نيابه حتى الشرطة ما يدرش كلام صحيح اللي يبي الحل يوجد حل واللي يبي عقبة يحط العقبات إحنا حلنا وإحنا قاعدين يبي أقرار من صاحب العمل أنه ممكن يدخل على البيت متى مراءة وكل الجهات الحكومية يتراقبها فالعمل يسأل أخي العزيز كل دول العالم طبقت الهوم بيزنز ليش حلال الكويت ما نطبقها فيه لآلية لضبط مثل هذه العمال رح أرجع لك الآن بس عفوا اليوم وخرنا سافة الطبق والأكل وكل ما يتعلق بالعمال والسكن كمرحلة أولية وحددنا واحد وشي نشاط مو مرتبطي من البيت فاهمين ممكن تزاود بتلفونك واضح أستاذ داود يعني إذا سألتك عن أهم العراقية اللي تعرق مشاريع الشباب الآن من خلال خبرتك في الصندوق ومن خلال رئاستك الآن للجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة أوفرول نحن نتكلم عن الغطاع نفسه أنا صاحب مشروع وليليوم أزاوي العملي الخاص ومشروعي الخاص المشاكل اللي أنا واجهه جزء من شباب كبير يواجه لكن مشكلتي أنا يمكن تختلف بس أكثر المشاكل اللي قاعدينينا كشكاوي تقدم للجمعية تكون في اتجاه الأراضي توفر الأراضي الزراعية والصناعية اليوم لما الدولة تدعم في اتجاه أنه تعال تدش معاي في الأمن الغذائي وتحاول تساهم وشنو الناتج المحلي اللي قاعد يقدمه المشاريع الصغيرة ما تقدر تقيسها في أول سنة تشغيلية حق صندوق شغال وللحن ما عطيتها الفرص اللي قاعد تعطيها حق الشركات الكبيرة الشركات الكبيرة قاعد تأخذ أراضي بالمساحات الكبيرة الكبيرة لكن اليوم المبادرين ما قاعد يطلبون مساحات كبيرة مساحات وايد صغيرة يبي مساحة على قدي حطريها شغيرة واشتغلنا على هالموضوع مع هي العاملة الصناعة لكن للأسف ليليوم ما أشوف في شيء صار على أرض الواقع عندنا سوق الصفارين الموجود في شارع كندد راي هذا مفروض كان ينقل يحتاج راي المجلس البلدي والمجلس البلدي يحتاج انتخابات تكملية عشان يكمل ويقام بدل ما هو مهمة دور طويلة على أساس يعني يعاد ما أدري يعاد تخصيصة للمشاريع الصغيرة المتوسطة هذا سوق الصفافير عندك مشروع الوسيلة اللي موجود خلف أسواق القرين مبنى أسود صار لعشر سنوات لأنه الآن مستغل هذا من أفضل أماكن وهي بيد بيد وزارة التجارة واللي في العرضية الحرفية أيضا العرضية الحرفية اللي وراء العرضية الحرفية هي اللي اسمها مشروع الوسيلة وهي تحت إدارة معالي وزير التجارة نتمنى وزير التجارة أيضا يدفع في هذا الاتجاه ويعطي مجال أنه يضغط على الهيئة العامة للصناعة وتوفر هذه المساحة حق المبادرين زين ألا تعتقد أيضا مثل بعض الإجراءات يعني خاصة وزارة الشؤون الحين وزارة الشؤون تفتش على أصحاب العمل اللي هم يعني صاحب العمل وصاحب الشركة كأنه موظف دولة ألا تعتقد مثل هذا الإجراء حتى لا يعطي الثقة لشخص يبني كيانة كصاحب شركة شاب يعطي لنفسه الثقة بأن يعمل يتفاجأ بوزارة شؤون يفتشون عليه ويدخلون عليه دام ولا مدام هذا تعتقد مثل هذه الإجراءات مناسبة لدفع الشباب للإنجاز أنا وجهت نظري إحنا كان هدفنا في برنامج هيكلة أن نتأكد أن هذا النشاط قاعد يمارس فكان يطلب هذا التفتيش أول مرة لكن قضية تجديدة دوريا أو كل ستة شهور أو مدمقات لخت كل سبوعين تطلع شهادة أو سنويا أنا أجدها غير مناسبة لأنه فعلا صاحب العمل في ترتيب وتنسيق وعقد صفقات وجولات وسفرات فمفروض أنه لا يتم تجديد له لكن الآن هناك لجنة حالية بين الهيئة والعاملة والحلو والمناسب أنه الآن تم دمج الهيئة مع الهيكلة وبالتالي المتوقع يصير سهولة أكبر وربط أكثر لهذا الموضوع وأنا أتوقع هذا المشكلة على صاحب العمل رح تنحل قريبا وبالتالي ما رح يكون فيه مشكلة عندنا حق التجديد لكن كأول مرة أعتقد ممناسبة أتأكد أنه مقام وموجود هذا النشاط بعدها أعتقد ممكن أنه يتم له حلول لاستثناءهم يمكن أنا أخالفك في الرأي في هذا الجانب القوة العاملة يوم وضعت القرار ما وضعته أيها من نفسه استعانت ومعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تشكر مرة أخرى هند الصبيح على دعمها اللامحدود لأصحاب المشاريع السغرمة وسطة من أول توليها الوزارة اجتمعت في المبادرين العديد من المبادرين كانوا موجودين وأهموا اللي طلبوا شكلوا لجنة من خلالهم أنا كنت واحد من أعضاء هذه اللجنة شكلنا لجنة تقوم في دراسة وعمل المميزات اللي يستفيد منها لكن إذا كان هناك مميزات كبيرة في المقابل لازم تكون هناك قيود في البداية وقعد تتعدل وقعد تترتب بين فترة وفترة تسهل بشكل أكبر لكن ما تبي الشعات الصغيرة أو المشروع الحين الجديد هذا بالنسبة للسيارات المتنقلة والعمال المنزلية بنتستحود عليه الشركات الكبيرة وأصحاب النفوذ والحيتان في البلد هذا الخوف اللي نخافه ونحاتيه وراح نناقشة بعد هذا الفاصل فاصل المشاهدين ونعود حياكم المشاهدين الوقت يداهمنا جدا وكان عندنا أسئلة كثيرة وعندنا أكثر من بند لكن مضطرين أن أخذ منكم يعني كلمة أخيرة لكل ضيف دقيقة يقول فيها ملخص أو أهداف أو آمال وطموحات أخي العزيز إن كان في كلمة ختامية أنا أقول اليوم اليوم في بشارات خير جيدة الحكومة كانت مقصرة لأنها اجتهدت وبدت تتحسن أوضاعها أنا ما أقول كاملة لكن قاعد تتحسن الأفضل بتعاون الجميع من وزراء جدد وشباب كل وزراء اليوم مشتهدين وزيرة الشؤون على رأسهم وزيرة التجارة مدينة العصانة الهيكلة كلهم مشتهدين وما زالت الذجوة كبيرة لكن عندي قلت كلمة قبل شي الكل يقدم سوء الظن قبل حصن الظن وهذا مشكلتنا اليوم اليوم لازم من كل مسؤول يقدم حصن الظن بالشباب والمبادرين ورواد الأعمال والله يا أحمد لو قدمنا حصن الظن بالشباب لكل أمور تسهلت لكن دائما نقدم سوء الظن وأنه ممكن يستقلوا هذا الغرار غلط وبالتالي تجد العراقين ختاما اليوم عندنا شباب مبدع شباب رفع الراية الخليج قاع يقولون الكويتين مبدعين مو الكويتين نفسهم الخليج قاع يشار بالكويتين وهم فعلا شون يبون يبون بيئة عمل تكاتف الجميع وفي النقطة مهمة صوت الشباب اليوم لازم يوصل ويحتاجون ثقة أيضا بالضبط أعتذر لأنه لا يوجد وقت فترة أنا أحب أن أذكر المشاهدين اللي معانا اللي يسمعوننا أو يسمعون الحلقة بعدين الدعوة مفتوحة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله الساعة 7 ونص مو هذا اللي بعده راح يكون في دار معرفي نستقبل كل المبادرين راح يكون في لقاء مفتوح مع أصحاب المشاريع الصغيرة والدعوة لكم أنا مدعو أيضا وفريق البرنامج مدعوين وإن شاء الله يكونون أكيد أسألوا للناس أسألوا وفريق البرنامج كله وقناة رائع هذا النفس ونفس تعاول الجميع على أساس نعرف شو الأخطاء اللي كانت موجودة نعالجها مع بعض اليوم وأتمنى أتمنى الشباب اللي اليوم لقوا بعض الصعوبات اللي كانوا يتكلمون عنها في السابق اليوم يوني يعطونا وجهة نظرهم على أساس نقدر نفتح الباب ومثل ما وعدت خلال شهر رح يكون الأونلاين تبع تسجيل المبادرين مفتوح في الجمعية ونتمنى نتمنى الواتساب اللي فيه 251 يسجلون معنا في الجمعية شكرا لك على سعاد صدرك داود للمشروعات الصغيرة شكرا لك على سعاد صدرك شكرا لك على تفاهمك وعلى دعوتك للشباب شكرا أيضا للمهندس فارس العنزي مدير إدارة المشاريع الصغيرة في هيكلة القوة العاملة شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة انتهت حلقة اللقاء الرأي في أمان الله شكرا لكم اشتركوا في القناة